فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله يرفع قدرك الله يحفظك الله يحفظك شيخنا الحبيب أيام مباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم أن يعيدها علينا وعليكم بالخير وبالبركة تحدثنا في المرة الماضية عن خلق عظيم وعبادة عظيمة من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه رمضان وهي عبادة الجود والكرم والإنفاق والتصدق كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظنا في الأسئلة شيخنا الحبيب في الحلقة الفائتة والعديد من الحلقات مع علمائنا الكرام أن الكثير من الناس يسأل عن الصلاة وفي رمضان أيضا يعني بعض من الناس رأينا في الحلقة الماضية كان أحد السائلين يسأل يقول أنه يصوم رمضان ولا يصلي يعني نريد أن قبل أن نشرح الإجابة على الأسئلة لو تحدثنا عن أهمية الصلاة وقد قرأت حديثاً في الحقيقة هو حديث مرعب يعني وحضرت صحح لي وتصوي لأنني إذا قلت حديثاً في وجودك أكون في قمة الحرج أنا أستفيد أتعلم منك أستفيد الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هل هذا حديث صحيح أبلا؟ صحيح أبلا؟ صحيح أبلا؟ الله يحفظك الدكتور يام إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعرض بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده رسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهذا هو ذروة الإسلام بعد الشهادة ألا وهو الرقد الثاني مسألة الصلاة والصلاة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم هي أفضل موضوع أفضل موضوع الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلاة لماذا سميت الصلاة بصلاة؟ لأنها الصلاة بينك وبين ربي إنت هذا هو الحبل الممدود بينك وبين الله عز وجل فمن أراد أن يكلم الله فليصلي تمام؟ تعمل إيه؟ بتتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد تمام؟ وفي الصحيحين الحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ نعم قال أن تشهد إلا إلي الله وأنا محمد الرسول قلت ثم أي؟ قال الصلاة على وقتها نعم وفي اللفظ الآخر الصلاة في أول وقتها هذا هو أفضل العمل إن أنك تترك كل شيء في الحياة ثم تذهب إلى ربك نعم وقال إني ذاهب إلى ربي سيحتيه ولماذا سمي الأذان بالنداء؟ أن هذا المنادي ينادي من قبل الله تعالى سبحانه وتعالى أن هلما إلى بيتنا نحتاجك؟ والله عز وجل غني عن العالم سبحانه وتعالى ومع ذلك هلما إلى بيته نعم فالإنسان وأيها الإخوة ينبغي عليه أن يحافظ على ذلك أسألت الصلاة كون الإنسان هذا الذي يترك الصلاة هو على خطر عظيم إن لم يتم إلى الله تبارك وتعالى كما حكت فضلت أنفا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة ليس بين المرء وبين الكفر أو الشرك غير ترك الصلاة فمسألة ترك الصلاة هذه أمر عظيم جدا وكذلك في حديث معاذ رضي الله عنه قال عليه الصلاة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة أي بنيان يحتاج إلى عمود؟ وأس الدين على الصلاة مسألة الصلاة وكان علي رضي الله عنه عمر وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة يقولون لا حظ في الإسلام لمن قد ترك الصلاة فالذي يترك الصلاة عامدا متعمدا هو على خطر عظيم جدا إن لم يتم إلى الله عز وجل فالإنسان كما قلنا إنما سميت الصلاة بصلاة لأنها صلاة بينك وبين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى أنت بتصل ما يقطع لذلك جعل الله وتبارك وتعالى الصلاة ممتدة على كل أوقات اليوم حتى لا ينقطع تنقطع هذه الصلاة بربك سبحانه وتعالى وأنت ستموت بعد صلاة فالإنسان يحسن في ذلك يحسن إنسان يتقرب إلى الله عز وجل في كل هذه الأوقات فأفضل أعمال الإنسان خاطبة أن يموت وهو مصل لله عز وجل طبعا أنت حداك عارف أن العلماء كثير من العلماء يحكم بكفر الذي يترك الصلاة عامدا متعمدا وهذه وحدها مرعاة آه بدون عذر يعني أن يكون الإنسان مختلف في إسلامه وكفره هذا هو طبعا أنت لماذا تجعل نفسك على هذا المحق صحيح طبعا يعني حتى الإمام أحمد يقول لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين يرى ذلك حتى لو كان متكاسلا لا يستجاهد طبعا ماذا بالحنابلة لكن الشهد الإنسان ليه يجعل نفسه في هذه المنزلة المختلف فيها ليه طبعا إحنا بقول إن الصلاة دي يعني أفضل أعمالكم الصلاة ده أفضل عمل أنت بتعمله لله عز وجل أنت أصلا بتعمله لنفسك أنت من عمل صالحا فلنفس أنت مش بتصلي الربين أنت بتصلي لنفسك أنت أنت بتصلي عشان ربنا يرضى عنك وربنا يكلمك بعد ذلك أن تكون من سكان الجنة والفردوس فأفضل الأعمال قاطبة بسالة الصلاة يعني أنا ما أدري صراحة يعني كيف لإنسان عاقل أن يترك الصلاة تمام؟ والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تمام؟ الصلاة بتنهى الإنسان عن كثير من الدنيا وكثير من الرزايا إذا صلى الإنسان الصلاة كما ينبغي أن تصلى نعم تمام؟ فالإنسان العاقل هو الذي يحاول قدر استطاعته أن يكون في معية الله أن يكون بحضرة الله رب العالمين سبحانه وتعالى لا أن يترك الصلاة لماذا؟ وإيه اللي في الصلاة عشان تسيبها أصلا؟ يعني إيه اللي تعبك في الصلاة؟ ما هو الشيء المرهق؟ الشيء مثلا الصعب الذي تفعله أنت لكي تتكاسل أو تترك الصلاة؟ ما هو الشيء؟ واضح إزاي؟ وبعدين هذا أمر يعني حتى الله عز وجل يقول للنبي عليه السلام وأمر أهلك بالصلاة نعم واستبر عليها يبقى ده أمر أمر مسألة الصلاة أنا كما قلت حكما ما أدري كيف لإنسان عاقل أن يترك هذه الفريضة لأسيما كما قلنا أنها من فرائض ومن عمد هذا الدين نعم نعم الله مستعين أصلا الله عز وجل أن يجعلنا إليكم شيخنا الحبيب من المصلين يا رب العمين يا رب العمين ويتقابل منه لكم الصيام والقيام اللهم عمين اللهم عمين شيخنا الحبيب هنا سائل يسأل يقول ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟ نعم لا شك أن هذا أمر يعني كان الصحابة يفعلونه اللهم أهل له عينا بالأمن والإيمان والسلامة الإسلام إلى آخر ذلك فهذا أمر لا بأس به ما في مشكلة نعم سائل يقول هل يجزئ السحور قبل النوم قبل منتصف الليل أي بعد أن أرجع من صلاة القيام أأكل ثم أنام لكي أتمكن من إدراك القيام للعمل صباح لا بأس به ذلك طبعا يعني فمن شق عليه مسألة القيام قبيل الفجر فعليه أن يتصحر من الليل نعم مثلا فور رجوعه وليكن من صلاة التراويح نعم لا بأس هذا أفضل نعم هذا أفضل أهم حاجة أن يستحضر النية أن هذا صحور نعم تمام وفي الحديث تصحر فإن في الصحور باركة نعم وأخبر النبي عليه السلام أن الأمة لا زالت بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا الصحور لكن طالما أنه يخشى مثلا من عدم قيامه لأنه مثلا عنده عمل شبه ذلك يعني فيجوز له أن يتصحر قبل نومه نعم وهو مأجور إن شاء الله عز وجل تمام شيخنا الحبيب هنا سائل كريم يقول ما حكم دفع زكاة مالي إلى أخي الفقير طالما أنه فقير نعم فيجوز ذلك يعني إنسان يأخذ أجر الصدقة وأجر القبة نعم نعم العلماء طبعا لا يجيزون مسألة الزكاء لمن له عليهم مسألة الإنفق يعني على الزوجة على الأب على الأم على الأولاد ما شبه ذلك لكن طبعا الأخ ليس له سلطان على أخيه في مسألة النفقة وما شبه ذلك فلو مثلا تصدق الإنسان على ذوي رحمي لا سيما من الدرجة الأولى نعم مثلا الأخ الأخت الأقرباء عمتن فهذا يكون أولا فيه صلة للرحم فيه قربة فيه يكنك بتبر هؤلاء الأرحام وتصلهم وتعول عليهم وتنفق عليهم فلا شك كما قلت رح تلك أن إنسان يأخذ أجر صلة الرحم وأجر القربة وأجر كذلك الإنفاق نعم هنا شيخ الحبيب سائل يقول أخي يصوم رمضان ويحافظ على الصلاة وعلى القيام لكنه يتساهل في سب الدين فهو إذا حدث شيء ضيقه أثناء النهار من الأطفال أو ما شابه فهو يصب الدين بسهولة شديدة جدا فما حكم ذلك أعوذ بالله هذا كفر هذا كفر بالله عز وجل الذي يسب دين الله تبارك وتعالى كافر وده مش واحد ولا اثنين ده إجماع من العلماء الذي يسب دين الله عز وجل كافر بالإجماع ده النبي عليه السلام نهى أن يسب الإنسان اليوم أو أن يسب الدهر أو أن يسب الريح فما بالك أن يسب الإنسان دين الله ده إنسان مش عاقل إنسان مجنون إنسان مجنون واضح إزاي يعني حتى قال لا يقول أحدكم تعس دبتي حتى انتقال الأفضل ما تشتمش أي حكا أصله واضح إزاي والمؤمن ليس بسباب ولا لعاني واضح إزاي ده مش إنسان ما عنده أصلا عقل كأنه إنسان مغبون مجنون وأي قيام هذا الذي يقومه هذا لا ينفعه إذا أصلا كان خارجا عن الملة فصيام إيه اللي بيصومه أولا قيام إيه؟ هذا طبعا يحتاج إلى توبة وإلى توبة ويحتاج إلى أن يعود نفسه على الصبر وأن يصبر تمام؟ واصبر وما صبرك إلا بالله لا يكون الإنسان عجولا نعم واضح إزاي لكن هذا طبعا كفر بالله عز وجل يحتاج إلى توبة وإلى اغتسار جديد ويحتاج إلى شهادة جديد لأنه قد مرق وخرج من الملة نعم أصلا يتوب علينا على جميع الصلاة المسلمين يا رب العالمين طيب شيخنا الحبيب هنا سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أصوم برؤية بلد غير بلدي أم لا؟ هو طبعا الأصل أن الإنسان يلتزم برؤية بلده نعم لكن علماء قالوا أن إذا كان هناك مثلا بلد تشترك مع بلدك في جزء من الليل طبعا أغلب البلاد العربية تشترك في كل الليل تقريبا يعني فيجوز حينئذ أن الإنسان يصوم مع تلك البلد لكن الأفضل أن يلتزم كل إنسان برؤية بلده نعم هذا هو أفضل حكم يا شيخنا الحبيب سائل يقول ما حكم قراءة القرآن من المصحف سواء كان ذلك في صلاة الفريضة أو في صلاة التراويح نعم يجوز ذلك نعم يجوز ذلك في الاثنتين يعني فرض أو نفس نعم كان ذكوان مولى عائشة يصلي بها صلاة القيام ومسطلة الفريضة أفتى بذلك الزهري وغيره من أهل العلم ومن أهل الفضل فجوز إنساني إذا لم يكن حافظا أو قارئا مثلا أن يقرأ القرآن في الفريضة من المصحف لا بأس بذلك تمام سائلة كريمة تقول أنا أعمل معلمة للقرآن الكريم وأصلي قيام الليل أو صلاة التراويح بمن أحفظهن من النساء فهل يجوز لي أن أجهر بالقراءة في الصلاة أم لا نعم تجهر لا بأس بذلك يعني يجوز إنساني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذات مرة على أبي بكر فوجده يقرأ القرآن بصوت عالي أو بصوت خفيض ثم دخل على عمر فوجده يقرأ بصوت عالي فقال له أبي بكر ارفع من صوتك وقال لعمر خفض من صوتك أن يكون الإنسان صوته مسموعا أن يسمع من خلفه لا يكون الإنسان مثلا صوته جهوري وطبعا يعني كتير جدا مثلا تلاقي مساجد أصلا تلاقي بيصلي وراءها 3-4 تنفار وتلاقي مشغل خارجي ومشغل الهرن ومشغل الجوة المازل لا أنت بيصلي وراءك أصلا 3-4 تنفار فأنت مش محتاج أصلا أنك أنت تشغل مايكروفونات ولا الكلام ده كلنا لكن طبعا أن أختنا الكريمة الله يحفظها بتصلي وخلفها مثلا صف أو طبعا تجهر تجهر لماذا كما في الحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطرد الشيطان وأوكذ الواسنان إلا هينام هيصح على صوت عالي شوي وأطرد الشيطان الشيطان برضو كذلك أفر من صوت القرآن الكريم واضح زي فلا بأس إن صلت أختنا الكريمة انجهرت بالقرآن مع صويحباتها في السلام تمام هنا شيخنا الحبيب سائل يسأل يقول أخرت زكاة الفطر في العام الماضي إلى ما بعد صلاة العيد تمام الحكم يخرجها فورا نعم يعني بعض العلماء أفتى بذلك أنه يجوز لو إذا خرج من رمضان دون أن يخرجها أن يخرجها في أي وقت طبعا لا سيامة بعد رمضان مباشرة طبعا الأصل أنها طعمة يطهر الإنسان بها ما في صيامه من الرفث أو من الخطأ في ذلك إنسان ينزه صيامه بهذه الزكاة بهذه الطعمة التي تخرج للفقراء والمحتاجين والمعوزين نعم تمام كما قال عليه السلام في حديث ابن عمر صلاة زكاة الفطر فريضة على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين تمام الشيخنا هنا سائل يقول ما الفرق بين صلاة القيام وصلاة التهجد حيث أن إمام المسجد بعد أن ينتهي من صلاة القيام بساعتين يبدأ في صلاة التهجد صلاة الليل هي قيام الليل وهي التهجد نعم كلها مسمى واحد تمام ومن الليل فتهجد به نافلة لك فهي كلها مسميات واحدة واضحي زي فالصلاة الليل كما نقول هي قيام الليل وهي كذلك التهجد كلها مسمى واحدة نعم لا فرق بينهم تمام طيب سائلة كريمة تسأل شيخنا الحبيب تقول هل يجب علي أن أستأذن زوجي في صوم القضاء أم لا؟ لا صوم القضاء هذا فريضة نعم إذن ففي هذه الحال لا تصوم دون علمه أو دون إذنه دون إذنه نعم لأنها فريضة يعني هل مثلا هي تستأذن زوجها في صلاة أو في صيام رمضان لا تصوم طب هو القضاء هذا إتمام للأيام التي أفترتها في نهار رمضان هل تخبره ينبب التنسيق معه؟ يكون أفضل يكون أفضل لعله مثلا يحتاج إليها أو مثلا يريد منها شيئا فلو أعلمته هذا يكون حسنا هذا أفضل نعم هذا حسنا طبعا نعم تمام شيخنا الحبيب سائل يقول أفطرت بغير عذر وأنا نادم على ما فعلت وقد أفطرت يوما واحدا هل يجب أن أخرج فدية أم أني أقضي هذا اليوم؟ لا يقضي هذا اليوم وتلزمه توبة ويلزمه عمر صالح نعم تمام سائل آخر يقول أجريت عملية جراحية تحت التخدير لكنني لم يعطيني الأطباء أي أدوية في هذا اليوم خلال نهار رمضان هل يبطل صومي أم لا؟ الأفضل أن يقضي هذا اليوم يقضي يقضي الأفضل طبعا لا سيما أن أثناء العملية بيكون هناك مشقة هناك تعب وأرهاق ونصب وطبعا إضافة إلى الآلام التي قد يتألم بها بعد هذه العملية فهيحتاج إلى شيء من المسكنات أو شيء من الطعام والشراب حتى يتقوى على مثلا التآم ذلك الجوح فالأفضل أن يفطر ثم بعد ذلك يقضي ذلك اليوم بعدما يعافيه الله وتبركه وقد جعله لهم رخصة في المرض أن يفطر نعم كان مريضا نعم نعم كان مريضا على سفر نعم شكنا الحبيب فضلت الشيخ محمد المصطفى البصدام رضي الله عنكم سيدنا مرد الله أبو شيخنا الحبيب أزاكم الله خيرا أستأذن من فضلتك أن أخرج في فاصل قصير ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى فابقوا معنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والاستفسارات بإذن الله سبحانه وتعالى هنا سائل كريم يقول أنا أحب الله ورسوله وأحب الصيام والقيام لكنني في الحقيقة مدمن لبعض المواقع الإلحية وأحاول أن أمتنع كثيرا في ليل رمضان عن مشاهدة هذه المواقع لكنها صار بالنسبة لي كالإدمان فما هي نصيحتك لي؟ أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن الخطل اللهم آمين ليس معنا كون الإنسان من مرتكب لذنب أو لخطيئة أنه بذلك يكفه عن عمل صالح إن الله تبارك وتعالى يقول إن الحسنات يذهبنا السيئة وفي الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فالإنسان يبغي عليه أن يعقب السيئة بعمل صالح نعرف جميعا سبب نزول هذه الآية التي ذكرتها آنفا أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه في الطريق فأنزل الله عز وجل من ثورية هذه الآية نعم إن الحسنات يذهبنا السيئة يذهبنا السيئة تمام فالإنسان يبغي عليه أن يعقب سيئته بعمل صالح نعم لا أن يتكاسى الإنسان ولا أن يقول الإنسان منه أنا أصلا أنت مش عارف أن عملت إيه وأنا ما خلبت حاجة وعملت إيه الله عز وجل يقول في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا نعم الذي أصرف على نفسي هذا لم يترك شاذة ولا فاذة من السيئات إلا وقد ارتكبها وضحي زي ومع ذلك يتحبب الله عز وجل إليه نعم لا تقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى ويقول عز وجل في الحديث القلوسي يا ابن آدم لو بلغت ظنوبك علىنا السماء ثم أتيتني ثم لقيتني لتشرك بشيء غفرت لك ولا أبالي نعم يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لتشرك بشيء غفرت لك ولا أبالي الله أكبر الله عز وجل لا يريد أن نعذب العبادة سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم صحيح فكون الإنسان ارتكب ذنبا كما قلنا هذا ليس بمخرج من الملة نعم أهم حاجة الإنسان يعترف بهذا الخطأ ويعلم أن هذا خطأ ويعلم أن هذه معصية وأن هذا ذنب قبيح ينبغى عليه أن يقلع وأنت ينبغى عليك أن تسعى في ذلك أنه يسعى أنه يقلع عن مثل هذا وضحيزي أنت أر الله من نفسك خيرا يعينك الله عز وجل يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا بس أهم حاجة أنت ابدأ بنفسك أنت أر الله من نفسك خيرا أنك أنت تريد فعلا أن تقلع يا رب تب علي يا رب عفو عني يا رب اجعلني يا رب اللهم كره إلي هذا الذنب وفعلا امتنع امتنع ما هو إذا امتنعت فقد أعانك الله صحيح من تلا تنتظر معجزة من السماء نعم واضح إزاي حتى لو أنت مش إنسان صالح بس يخليك في راكب هؤلاء الصحبة هنا مهمة شيكا الحديد جدا الصحبة الصالح نعم جدا ثم كما قلنا الإنسان يحاول قد استطاعتي أن يعمل عملا صالحا نعم إثر كل ذنب ومعصية واضح إزاي والصحبة الصالحة تعينك على مرض لا تأخذ بيدك إلى الله عز وجل تأزك وتحبك عن الخير حضا نعم واضح إزاي لأن الصحبة الصالح هآه تعال حفظ القرآن تعال نطلب علم تعال مش عارف نروح للشيخ تعال مثلا نعود مريض نعم وهكذا ورح إزاي فأنت تستحي من مثل هذا أنت شايف إنسان يعينك على الخير وعينك على البر طيب وأنت ترتكب وغيرك لا أكيد برضو الوازع الديني الذي بداخلك سيجعلك تأنف وتكره هذا الذنب لكن كون الإنسان يقول لك أنها عمل إيه وصنا حاولته ومش عارف لا يبقى أنت مش صادق في الإقلاع نعم إن تصدق الله يصدق إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا نعم لو يعلم الله عز وجل في قلبك الخير أنك تريد فعلا فعلا أن تقلع عانك الله نعم وضح زي لكن لا أن يترك الإنسان نفسه وسودا ولك أصلا مش قادر طب هل أنت حاولت أصلا يعني أنت حاولت تبطل المعصية دي حاولت أنك إنت مثلا تنظر إلى اسم الله الرقيب وهو ده 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 محط مهم جدا نعم مسألة أنك إنت تعلم يقينا أن الله عز وجل ناظر إليك مطلح عليك الذي يراك حين تقوم نعم وهو معكم أينما كنت ويراك على الدوام ألم يعلم بأن الله يراك سبحانه وتعالى فإن لم تكن تراه فإنه يراك نعم كل هذه المعاني ينباقي عليك أن تستحطرها نعم إنك إنت ربنا شايفينك آه استغفر الله يبقى ربنا مطلح عليك طيب أنت دلوقتي يا ربنا مثلا سترك في الدولي طيب كيف بيوم الفاضحة يوم الفاضحة أن نكون على غروس الأشياء كده مش واحد ولا تنين ولا خمس ولا عشر شبوه الخلق إلى يوم القيامة سيرونك نعم ويرون هذه الفضائح وهذه المعايب وهذه الكوارث التي ارتكبتها في جنب الله عز وجل طيب برضو تستحضر كده أنت تستحي من عبد ولا تستحي من ربك نعم استحي من الله كما قال عز وجلس في حديث سعيد نيزيد قال استحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قولك الإنسان مننا عادة قد يستحي أن يفعل ذنبا أمام إنسان يرى فيه صلاحا أو يرى فيه خيرا أو يرى فيه مثلا علم أو ما شبه ذلك يستحي طيب الله أحق أن تخشوه أن يستحى منه سبحانه وتعالى وأحق أن تخشوه نعم لكن تخاف من الناس أو يستحي من الناس ومش يستحي من رب الناس سبحانه وتعالى كيف يكون عائلة كيف الإنسان عنده عقل وعنده دين أن يفعل ذلك سيقولت لك إحنا مش معصومين مش معصومين كلنا عندنا أخطاء وعندنا ظنوب وعندنا عاصل بس أهم حاجة الإنسان إيه؟ بيجاهد نفسه بيجاهد نفسه إنسان مستقيم إنه يبقى إنسان كويس إنه يكون في ركب الصالحين والفضلاء والخيرين أنا إيش كويس؟ آه ماشي بس أنا نفسي يبقى كويس نعم وأن يصدق الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى والله يعين سبحانه وتعالى نعم إذن هنا شيخ الحبيب نقول لأخينا هذا الكريم كما أشرت فضلتك إلى التوبة بشروطها ثم الأعمال الصالحة أن يكثر منها ثم الصحبة الصالحة والإقلاع من فورا نعم جزاكم الله خيرا شخل حبيب هنا سئلة كريمة تقول أنا طالبة جامعية وكنت أحفظ القرآن مع إحدى محفظات القرآن وكانت تجمعنا يومي الإثنين والخميس مساء للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم ألف صلاة ثم فوجئت بعد مرور سبعة أشهر أو ثمانية أشهر من لقائنا بها أنها تتطول على سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه ولما تعجبنا من سلوكها فوجئنا أنها تسب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم علمت أن هذا هو منهج طائفة تسمى بالشيعة فما رأي فضيلتكم في هؤلاء الناس هذه بئس المعلمة نعم إذا لم يتلبس الإنسان ويحترم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا سيما خالوا المؤمنين معاوية نعم فمن سب الصحابة أو معاوية فأمه هاوية نعم لأن الصحابة الباب الصحابة هم باب ومن أراد الباب فليأتي من الباب نعم نعم كاتب للوحي نعم ومعاوية هو خال المؤمنين نعم ومعاوية رضي الله عنه كان من القارئين ومن الكاتبين في زمان النبي الأمين عليه الصلاة والسلام ومعاوية رضي الله عنه مناقبه كثيرة نعم واضح إزاي فالذي يسب أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كائنا من كان مسمى هذا الإنسان هو إنسان يعني على خطر عظيم إن لم يتم إلى الله تبارك وتعالى واضح إزاي لذلك كان الإمام أبو زرعة الرزي رحمة الله عليه يقول على هؤلاء الأنجاس الأوباش يقول هؤلاء قوم أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك ما يدرواش يجتموا النبي مباشرة قال فطعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحا وضح إزاي وكان عليه الصلاة والسلام يقول الله الله في أصحابه وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابه الآن سيما شيخنا الحبيب أن هنا تذكر أنها أيضا تناولت السيدة عائشة رضي الله عنه أرضاها التي برأها الله سبحانه وتعالى عائشة رضي الله عنه هذه الحصان الرزاد حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات كان الأسود إذا حدث عن عائشة وكان يقول حدثت الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات وليخف عليك حديث عمر بن عاص رضي الله عنه لما جاء في غزاتي ورجع قفل من غزاتي ذات السلاسل فجاء أنتفشا إذ إنه جاء فاتحا فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قال من الرجال قال أبوها فهي أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إني رزقت حبه وكذلك كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسايرها في بعض الطرقات مكة نعم وهي أكثر أمهات المؤمنين رواية لحديث رسول الله وهي أعلم الأمة رضي الله عنها وهي رضي الله عنها المبرأة الحصان الرزال التي لم يتزوج النبي عليه صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها وكانت عائشة رضي الله عنها من الجميلات رضي الله عنها وكذلك كانت يقول الأسود كانت عائشة رضي الله عنها تروي ألف قصيدة في الشعر هذا نهيك عن الأحكام وكانت رضي الله عنها منفقة جوادة وهي أم المؤمنين ما شان أم المؤمنين وشان هدي المحب لها وظل الشان فعائشة رضي الله عنها الذي يسب عائشة قد مرق من دين الله إذ إنه بذلك يطعن في الوحي ويطعن في رسول الله يطعن في رسول الله ويطعن في الوحي من السماء إذ إن الله تبارك وتعالى قد برأها فهي المبرأة من فوق سبع سماوات حتى قالت والله لشأني في نفسي أحقر أو أقل من أن ينزل الله عز وجل في قرآن ولكن كنت أحب أو أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا لأقصى أمانيها تمام؟ فالذي يطعن في عائشة بعد ذلك هو مارق من دين الله إذ إنه بذلك يطعن في الجناب الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهي المكملة المبرأة الحصان الرزاني رضي الله عنها وأرضها ويأحب النساء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم رضي الله عن أم المؤمنين العائشة وصلى الله عن نبيه وسلم هنا شيخ الحبيب تجد الإشارة بنا أيضا إلى الرافضة وخطورة هذه الطائفة ومعتقداتها على الأم طبعا أنا على بعض أنصح هذه الأخت طبعا اعتذريها فورا نعم اعتذريها فورا وحذري منها حذري منها لأن هؤلاء الأوباش الأنجاس المناكيد هؤلاء إذا دخلوا قرية أفسدوها صحيح وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون هؤلاء الرافضة دين غير دين الإسلام نعم وما أشبه هؤلاء الأنجاس بهؤلاء الأنجاس الآخرين ألا وهم اليهود نعم لذلك هناك كتاب عظيم ألا وهو كتاب بذل مجهود في مشابهة الرافضة لليهود الحال الله الصفات المتفقة بين الفريقين وبين الملتين وإذا أعزة لأن الرافضة دول دين تاني خالص غير من الإسلام هم ليسوا على ملتنا ولا على شريعتنا إذ إنهم يقدحون في الجناب الشريف صلى الله عليه وسلم من طرف الخفيف نعم رضي الله عنكم شيخنا الحبيب واجزاكم الله خيرا الله عزيزي يا ربي شيخنا الحبيب سائلة كريمة تسأل عن الاعتكاف في المسجد للنساء هل هذا جائز أم لا؟ جائز من ذلك نعم إذا كان ذلك بعلم الزوجين نعم إذا كان بعلم الزوجة وبرضاه وبموافقته فجاز ذلك لها أن تفعل تمام سائل أيضا يسأل فقو يقول أثناء الوضوء والمضمضة وصل الماء إلى جوفي دون قصد مني فهل يبطل صومي أم لا؟ لا يبطل طالما أن هذا حصل دفعة وبدون قصد ولا عمد ولذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه لذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام بارغ فلسطين شاقي إلا أن تكون صائما نعم طيب سائل كريم يسأل شيخنا الحبيب يقول هل الجرح أو نزيف الدم في نهار رمضان يفسد الصوم أم لا؟ لا لا يفسد طبعا لا زال المسلمون يصلون ويصومون في جراحاتهم نعم طبعا هذا المخرج ليس مدخلا للطعام والشرب لو أن إنسان مثلا جرحت يده أو ساقه مثلا ووضع عليها وليكن مثلا بعض الأدوية وضع زيت فهذا لا يبطل لا يفطره إن هذا حتى من الاستشفاء فالذي ينزف دما أو أخرج من جسده دما ولو بأي قدر يعني فصومه صحيح ولا شيء فيه نعم تمام سائل كريم يقول أنا في السنوية العامة هل امتحانات عذر يبيح الفطرة أم لا؟ لا يقول بهذا إلا إنسان مغبون نعم إنه حتى الإنسان لو استحضر نية جيدة أنه يعني يحاول قدره استطاع أن ينتقرب إلى ربه سبحانه فالله عز وجل لا يعينه ويوسر له لكن كون الإنسان يقول زي ما بعض الناس بيقول أن لا أصل الصيام مبرر مثلا الفطرة هذا لا يقول إنسان عنده عقل ولا عنده دين أصلا نعم فالامتحانات أو المذاكرة ليست عذرا لمسألة الإفطار نعم سائلة كريمة تسأل تقول أبناء متفاوتون في الأعمار منهم طفل تسع سنوات وطفل سبع سنوات متى يجب علي أن أأمرهم بالصوم وأن أضربهم عليهم؟ كما أنه يكون في حد كذلك مسألة الصلاة يكون في حد الصيام الترويض كذلك تمام؟ علموا أولادكم الصلاة السبعين واضربوهم عليها لعشرين فالإنسان يروض ولده إلى سن العاشرة نعم واضح إزاي يصوم لحد مثلا الظهر مع ذلك مرة لحد العصر ومرة في مرة يصوم يوم ويفطر يوم وهكذا حتى يستقيم الولد نعم لكن هذا التعنيف أو الضرب لا يكون في هذه المرحلة طبعا بعد ذلك نعم يكون بعد العاشرة بعد البلو نعم نعم تمام شيخنا الحبيب سائل يقول ما هو السفر الذي يجوز أن أفطر فيه؟ هل له مسافة معينة أم لا؟ إذا كانت هناك مشقة في هذا السفر فجاز لك الفطر نعم واضح إزاي كما يعني مثلا مسافة التي وضعها أهل العلم لمسألة القصر في الصلاة فتكون هذه المسافة أيضا كذلك للفطر نعم تمام لي 85 كيلوين 85 كيلوين تمام سائل كريم يسأل عن الاحتلام في نهار رمضان هل يفطر أن لا؟ لا يفطر طبعا إن هذا أمر على غير مراد الإنساني طبعا ليس في النوم تكليف كما قال عليه الصلاة والسلام وضع إزاي فهذا إنسان مرفوع عنه القلم فما يحدث له هو غير مؤاخذ عليه يعني لو أن إنسان مثلا فعل كبيرة في نوم غير مؤاخذ عليه الصلاة والسلام وضع إزاي فهذا إنسان مرفوع عنه القلم فصيامه صحيح وليتم صومه تمام سائل كريم يسأل يقول أصلي الفجر في البيت مع زوجتي وأولادي ثم أجلس أذكر الله سبحانه وتعالى إلى شروق الشمس فهل هنا أنا الأجر حجة أو عمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أم أنني يجب علي أن أكون في المسجد في هذا الوقت حتى أكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس في مصلاة والله هو طبعا الأفضل إنسان يعني يكون في المسجد هذا هو الأفضل لكن هلأو كان هناك عذر مثلا من خوف أو مثلا ما شبه ذلك يعني من الأمور العارضة التي قد تعرض للإنسان إذن ففي هذا الحال يصلي في بيتي مسألة في مصلاة ليس معناها مصلاة يعني في المسجد لا مصلاة الذي صلى فيه واضح إزاي حتى لو كان في البيت حتى لو كان في البيت حتى شوف حتى سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه بعض أصحابه للصلاة في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحب أن تأتي إلى بيتي فتصلي لي فيه ركعتين حتى أتخذه مسجدا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أين تريد أن أصلي لك قال هنا صلى فاتخله مسجدا في البيت واضح إزاي فده خلاص أصبح إيه المصلية بتاعت البيت واضح إزاي واضح إزاي لكن الشاهد برضو مسألة إيه جانب أخر أو ملمح أخر مسألة إيه أكتب له حد حجر عمره تامة 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 إنسان يعني طبعا لا فرض صحة الحديث لكن إنسان يحول قدر استطاعه أن يعمر وقته طبعا هذا وقت مشهود كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود قرآن الفجر عن صلاة الفجر هذه صلاة تشهدها الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويحضون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر وضح إزاي ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمة إلى آخر ذلك فالإنسان يحاول قدر استطاعه أن يكون في المسجد والزوجة والأولاد يكونون كذلك في البيت وضح إزاي فأفضل صلاة المرأة في جوف بيتها كما في الحديث نعم طيب من فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطرام رضي الله عنكم سيدنا رضي الله عنكم وجزاك الله عننا خيرا على هذا الوقت الذي تبثله وأستطيع أن تقبله منك ربنا يرضى عنه عنكم ويستعملنا ويكفيما راضي ونجعل هذه الكريمات وهذه النصائف والتوجهات في مزان الحسنات يا ربا أحسن الله عليكم دكتور وشاهدين الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة على أن نلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات أخرى من برنامج أهل الذكر سلام الله عليكم ورحمته وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون